إني بحبالك معتصم يا رب لأحظى بعطائك لنعيم الخلد فلا يبلى والفوز الأعظم برضائك فلعمل الصالح مقرول بالرحمة يوصل لجناني تلك الجنة فيها ما لم تره الأعين من عمائي تلك الجنة بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية الله يجعلنا من أهل التقوى ما زلنا نتحدث يعني لسه نحن ما وصلنا للجنة حتى أحدثكم عن الجنة هلا نحن عم نتحدث عن الأسباب التي توصلنا إلى الجنة يعني لسهلها ننصل على بوابة الجنة إن شاء الله وندخلها وينادى لنا يوم القيامة أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الأسباب التي توصلك إلى الجنة كثيرة إذا فتح الله عليك في سبب فالزمه سبحان الله كل ميسر لما خلق له نحن ما كثير يعني المواعظ ما في أكثر مننا أخوان الكرام المهم الواحد يطبق عجبتك شغلة تمسك فيها هلا نحن بزمان الإنسان لازم يتخصص هلا حتى بالتجارة بقول لك أنا ما بتجير إلا بالصنف هذا يبدع الطب كان طب عام لك طبيب عام هلا الطبيب متخصص إذا الله فتح عليك بتخصص إلزمه لعل الجنة يعني تناله أو تنالها بهذا الشيء سبب من أسباب للوصول إلى الجنة هو البر بر الوالدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه هاي كلمة كان يقولها العرب يعني مرغ الأنف بالتراب لطيف واحيان حطوه في الأرض والوجه أسوأ شيء إذا كان الوجه يعني صار عند التراب ومرغ يمنتا ويسرة قالوا من يا رسول الله مين هذا قال من أدرك والديه أب أو أم عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة شفتوا صاروا سبعين وخمسة وسبعين هذا موعد خر ويشتغل ولا يروح قال له عود عود أنت بس بدي إياك آه تعود على هالكرسي أكلك وشربك وكل شي بيجي الأم قال لا بس أمري لا تطبخي ولا هم طبختيننا كتير ودللتين كتير إذا كان أبوك انتقل إلى رحمة الله وصفياني الأم لحالة هاي بدا تطبخ برمضان هاي وعند خمس أولاد هذا بر كل يوم تطبخ واحدة وتجي لعندها بتجيب للأكل تؤانسها هاي الجنة إن شاء الله نفكر لي الجنة بس تصلي أربعين ركعة عشرين تهجد وعشرين ترويح وثوت الجنة وإذا كنت تعق والديك والله الشغل الشغل صعب في حسابات رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة باب للجنة مو بس باب للجنة باب للجنة وباب للسعادة وباب للتوفيق لك باب للوفاء ما أمر الله عز وجل بعد طاعته بشيء مثل الإحسان إلى الوالدين ما وصل الله بشيء مثل الوصية بالوالدين لكل الشباب لنفسي ألكن بدك تبر البر مو هاي الله يخليننا ياكي الرضا الرضا يا ماما الرضا ها رضا الرضا هل أكرمتها هل جبرتها خاطرة قال له كرمالي إجا رمضان احكي مع أخوك دعينا أمي دعينا شيء شايفه أنا في عيني حاسه واقع لا أمرك الرضا الرضا والبر هو المبالغة في الإكرام مو الإكرام لا المبالغة هل في عدل وفي إحسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا شو الفرق بين العدل والإحسان أنا بعطيكم فرق إذا كان واحد هلأ يعني استعرت منه كتاب يعني أنه بدي هذا الكتاب طلع منه حديث أو كذا العدل ترجع له يا وإذا كان رجعت له يا مشؤو هذا ظلم العدل بترجع له يا مثل ما هو الإحسان بتحط له يا بي كيس مرتب بتحط النينة عطر بيقلب منه هذا دليل على الإحسان وحسن التربية هذا هو الإحسان علاقتك وأبوك وأمك لك عدل معهم يشوفها هلأ شو رأي يكون كل واحد سأل بطيخ ما طلع نعطيه بطيخة خمسة كيلو له هاي البطيخة بدك تصلي فيها وتنام فيها تروح فيها على الأكل دكتور بطها أمك ظلت تسع شهور بهالحالة نايمة فايقة جسمها بتغيير جسم غريب داخل الجسم وهي متحملتك وبعدين شرفت أنت حضرتك على الحياة الدنيا وصرت بقى يقيموا من تحتك وتنطفك وكان أحب إليها تمسكك وتضمك وتكون يعني مساوي اللي مساوي وتشمه ريحة عطر هل حضرته ما لفاضل أمه تبه إذا العدل أن تكون من أهل الوفاء فكيف إذا أمرك الله بالإحسان وإلي أبو أو أمه غادروا هذه الحياة الدنيا فليدعوا الله لهما كما أمر الله عز وجل وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة قل يعني قل يا محمد والكلام لنا ربي ارحمهما كما ربياني مين لي رباك وجعلك تحب الجامع وتحب التهجد وتحب المجالس العلم الأب والأم لذلك بر الوالدين الطريق للجنة هل البر لا يكون إلا للوالدين البر عطاء هاي بيسألوني كتير من الإخوان الكرام بدي أعطي زكاة الفطر لأمي بدي أعطي مدرشي الفدية الصيام ما بيصير بدك تعطيهم من الروح من حر مالك هلو هدول سبحان الله أخواننا الكرام الحب فنون حكا لي أحد الأخو الكرام مية وخمسين الف ليرة كان خمسة وسبعين وخمسة وسبعين سبحان الله حب فنون تنفضلتوا علي بعدين قال لي عشرة بالمية للوالد وعشرة بالمية للوالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة لك الله لك الله هل بيجوز هل بيجوز هل بيجوز هل بيجوز هل بيجوز هل الدولة ما بتاخد ضريبة ما فيها دول تبع المحافظة ورسم وما رسم طيب الأنو الأولى عطيهم يعون بظرف وكل ما يعني مثل ما بيقولوا هل السعر يعني زود زود حتى الله عز وجل يزود عليك في الخير هاي بوابة من بوابة الجنة هاي تشتري الجنة نبي عسى والسلام ويل ورغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قالوا من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أوكي ليهما ثم لم يدخل الجنة هذول يفوتوك الجنة تأخدون هي تمسكوا من إيده بتحن عليه كان يحن عليك كانت بتحن عليك هل كبرت هل صارت إيدة ترجوف جبل الطيبات ما تشتهي الإنسان الفهمان يلي بيكون عنده روح المبادرة شو المبادرة يعني هي ما بتألك أنه مش تهي الشغلة أو بدأ الأمر اللي فلاني إلا أمرك مطاع والله يا أخوانا الكرام والله ما بتنفعنا صلاتنا ولا تنفعنا عباده إذا كنا مقصرين في البر طيب بابنا الأبواب التاني هو طلب العلم وإي علم العلم اللي فيه خير النبي عليه الصلاة والسلام وقال من سلك طريقا نحن لا يمعنا نجيب الدليل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أي علم بس علم ينفع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع في علم ما ينفع فيه كثير من العلوم لا تنفع والإنسان يجعل من الدراسة تبعه شيء من الذي ينفعك في آخرتك تعلم قرآن والله ما نضيع وقتنا يا أخوانا الكرام ما نضيع وقتنا نياله اللي بنشغل بالعلم الأول يني جدي وأبو جدي وأبو أبو جدك وأبو أبو أبو جدك السلف الصالح كانوا وين لك أخوانا الكرام ما في لون من ألوان العلم إلا كتبوا فيه كتبوا فيه شعر أريتوا أنتوا ألفية ابن مالك ما أريتوها أريين اللامية في الوعظ اعتزل ذكرى الأغاني والغزل صدقا كان عمري خمس سنين أخذ فيه أنا الجائزة مية وصبتعشر بيت اعتذل ذكرى الأغاني والغزل وقل الفصلى وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبى فلأيام الصبى نجم أفل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل يا سلام كل علم تقرأ درر الصالحين قارئ الجزرية محمد بن إدريس الشافعي هل قرأت عنه هل قرأت عن أصحاب رسول الله كلهم كانوا علماء هلا ما في علم هلا فشفش هلا حتى الميديا اللي عم تشوفوها شو في غير السخرية والأنجلة والضحك بيدفعوا عليها ملايين في شي هيك عبقري مثلا عطوه جائزة ما في لذلك هلا أنا أقول إنه هذا الجيل لن يستطيع هلا ممكن يجي واحد مثل أحمد شوقي مستحيل كانوا متفرغين للعلم متفرغين للمعرفة متفرغين للإبداع من سلك طريقا لذلك إذا رأيت إنسان مبدع حتى في الطب في الهندسة في القانون في الاقتصاد ولد من أولادك حفزه دعمه شجعه هذا طريقه للجنة لأنه إنما يساهم في بناء الأمة وإذا كان علم شرعي هلا قديش شفتوا أنتم بالمفاضلات آكلين هم أنه أنه بده يفوت على على قلية شرعية ما هذا فاضي أخوانا الكرام عندنا أزمة رجال نحن الآن نحن في هذا الزمان عندنا أزمة رجال ما في رجال دكاترة أد ما بدك خد شوف ما شاء الله منسين أد ما بدك صيادلة أد ما بدك رجال قانون رح شوف النقابة ما عم تحسين تسجل كل عطيني أئمة هات بل حكي يعني عطيني أئمة ما في والله الذي لا إله إلا هو إنه مساجد بتطلب مني الله يوفقك شي هيك بس إيمام مهون حتى برات البلد أنه حواليك شي إيمام يعني صوت حسن وحافظ أنه هيك و هيك خرج أنه نعينه إيمام وخطي ما في لذلك النبي يعني شو قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة شفتوا الله فاتح عليه بالعلم والعلم الشرعي قالوا هذا طريقك للجنة لأنك سوف تصبح أمة يوم القيامة وسيدنا إبراهيم كان كان أمة هذا مسلك البر مسلك شو طلب العلم لما يصير الواحد في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل أيضا قال حب كلام الله عز وجل وبالذات سورة الإخلاص يا عيني ما أحلى قال اللي بيحب يحب كلام الله بيحب هلا في يحكولي بالترويح يعني هيك الأخوان الكرام إن شاء الله الكلام ما يكون صحيح بس هو صحيح 99.9 آخر كم صاف أنه يعني أساس أنه جاي على صلاة الترويح بترك الإمام عم يقرأ نيح وأنا بحضر يعني بقرأ بحضر يعني يعني مثل ما بيقولوا باحتراف ما ما بطول بيستنى وصل للركوع بس وصل للركوع الله أكبر بيضل عميقر هل تلت دقائق طب شو سف أنت حبيت القرآن عن تسمع قرآن ما تسمع تسمع قال كان رجل من الأنصار يأم في مسجد قباء تعفوا مسجد قباء مسجد قباء في المدينة المنورة ويخرج من بيته متوضئا ويذهب إلى قباء ويصلي ركعتين يكتب الله له به ثواب عمرا وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد يقرأ قل هو الله أحد بعدين يقرأ شيء من القرآن حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد بعدين يجيب يعني سورة بعد منها قال فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا تدري أنها تجزئك طب يا أخي ما بدك يعني بتكفي أنه هي ليش عم تقرأ إلى بعد منها ثم لا تدري أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى يا قرأ قل هو الله أحد يا تروق قل هو الله أحد وأقرأ مثل ما بيقرأوا الناس فقال ما أنا بتاركها وحيات خالقك ما لي بفرقك قل هو الله أحد مذكر كان في إمام كنت صغير أبدا بيقرأ دائما آية يعني هيك آية صغيرة في صلاة التروية بعدين قل هو الله أحد يعني دائما التانية قل هو الله أحد بعدين عرفت السر السر هو هذا الحديث بسي اللي بدأ يقرأ ترويح يعطيوني شوية يعني مدهمة الله أكبر بل ركعي بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر شو يقرأ نص صفحة من الرحمن بعشرين ركعة يا سلام يا سلام لا المصلين فهمانين شهر رمضان شهر القرآن قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أحببتم أن أأمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم هلا هو يبدو يبدو أنه ظهره مسنود شو ظهره مسنود كان حسن الصوتي جيدة تلاوة ما حدا يجيبه بدكون بدكون ما بدكون بحمل حالي بهذا الزمان سبحان الله قبل قبل رمضان بشهر ذهبت إلى بلد من البلدان تقول لهم خدوني على المساجد التلاوة فيها رائعة لكن نمشي بالطول لك بالعرض البلد ما تلاقي يا واحد يا اتنين لك في عندهم خمسمائة جامع ثلاثمائة جامع ما في ضع نادرة قلمة أي بلد رحت عليها إذا بتلاقي فوق العشرة تعال عندي هذا علم يكاد ما أنه نحن الشام بلد شو بلد القراء أبدا هون القراء ليس مكان في الدنيا فيه قراء مثل الشام قال وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره مثل ما أدل طيب راحوا شكول مين للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزومك هذه السورة ليش عم تقرأ قلها الله أحد بكل ركعة بكل ركعة فقال اسمعوا حديث النبي قال إني أحبها حب يا رسول الله فقال حبك إياها أدخلك الجنة يا الله عود هل هل شوفوا سورة قلوا الله أحد هي القرآن يعني حبك القرآن هل أنت بتحب القرآن ما كان في تاجر بالشام إلا عنده مصحف يجلس ويقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان ما كان عنده غير القرآن فوت زبون وصدق الله العظيم الأم في البيت كان عنده مصحف الآن دخل الجوال إخوانا الكرام لذلك نحن بدأ يكون فينا عقل معقول هذا الجوال هيك يعني آخذ وقتنا فتاح على الجوال استخدمته اليوم خمسة عشر ساعة وثلت عشر دقيقة رأيتها بعيني لجوال شاب من الشباب خمسة عشر ساعة وثلت عشر دقيقة يعني هذا حتى بالأكل ماسكو يوتيوب عم يلعبوا مباريات عم يسمعوا أغاني عم يلعبوا عم يفوت على مواقع طيب ما وين القرآن وين القرآن وين القرآن بحياتك لذلك حبك للقرآن اللهم جعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يعني بتعود هيك بتعود هيك بتحطه هيك على صدرك تجعل تشعر بالأنس يوم نحن عم نحكي الطريق الموصل لسه ما فتنا على الجنة وشراحنا الجنة وما حكينا عن استرادات الجنة ومفارئ الجنة شوف يا جناين بتروح على بلد بيقول لك تعال أخذك على الحديقة بتفوت عليها لك بتشتهي إنه بس خليك قاعد فيها شو مفاكرين في حدائق غناء لو يقولوا تجري من تحت هالأنهار هنا يعني بدنا نعملوا مثل الجنة بس ما بتصبت أعمال توصلك إلى الجنة البر بر الوالدين إذا راحوا الأب والأم دعو لهم بعد بعد الممات البر وطلب العلم الشرعي هلأ ما في طلب العلم الشرعي يعني ما عم تحسين أنا مسجل هندسي كذا مركز قيم في دورة تفسير فوت فيها في برنامج دبلوم تأهيل أسري لك فوت هذا طريق للجنة لأنك تطبق شرع الله من خلال تعلمك وحب كتاب الله ونموذج صورة شو شوفوا اللسان أعجمي شو حافظين الفاتحة قلوا الله أحد الصغير فاتحة قلوا الله أحد وكمان الأحباب شو حافظين هلأ أنتم اللي عم يسمعون أول ما يصلي شو بيقراء قل الله أحد بس كمان بدك ترفع المستوى شويها بدك تقرأ وسبح اسم ربك الأعلى والضحى والإنشراح نحن سوينا برنامج في مركز قيم بلش قبل رمضان وحنتابع إن شاء الله بعد رمضان البدء هو حفظ كتاب الله خلال سنة برنامج برنامج في خلال سنتين وفي خلال أربع سنين شو اختار تجي في القسم الأكبر بده على الأونلاين يعني هو موجود ببلاد الله الواسعة بده يقرأ وكذا وهي واللي هون بالشام بده يجي تعلم هذا أعظم مشروع تنجزه في حياتك أهل القرآن أهل الله وخاصته أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين رمضان يمضي والنائم خلي نائم إن شاء الله مفكرين رمضان يريد أن يعمل وستنى النايمين حتى يفيقوا لا مضى ستة أيام من رمضان وسيمضي رمضان ولكن نسأل الله أن نمضي بالطاعة مع هذه الأيام اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة إني بحبالك معتظم يا رب لأحظى بعطائك لنعيم الخلد فلا يبلى والفوز الأعظم برضائك فلعمل الصالح مقرون بالرحمة يوصل لجناني تلك الجنة فيها ما لم تره الأعين من عماء تلك الجنة ترجمة نانسي قنقر